السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة رجاء التعليمية زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال النهاردة ان شاء الله حنشتغل مع بعض اختبار كده بسيط عشان نتضرب على امتحان الفترة اللي جاي يلا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الامتحان ده للصف الرابع اللي ابتدائي على يونت 1 و 2 نبدأ مع بعض ونقول بسم الله اول سؤال عندنا طبعا تحضع دائرة حول الكلمة التي بها حرف ايه قصير متحرق قصير يعني نمبر ون سناك وسناك سناك وسناك طبعا هنعمل سيركل على كلمة تانية نمبر تو ثانك ورايس ثانك ورايس طبعا الشورت اللي عندي هنا كلمة ثانك الاولانية نمبر ثري طبعا الشورت عندي كلمة جيت نمبر فور نوز وجاب نوز وجاب طبعا الكلمة الشورت عندي كلمة جاب والسؤال التاني بيقول لي fill in the gaps using the words in the box حنستخدم الكلمات اللي في الباكس دي حنوزها على الجمع نمبر ون طبعا ونار اللي هي اخر كلمة اللي هي في الشتاء اللي هو برد في الشتاء نمبر تو what's your favorite food نمبر اللي هي نمبر ثري favorite food نمبر ثري the phanic fox lives in the desert in the desert اللي هو phanic fox اللي هو سعلى بالفانيك نمبر فور I wash my hands with the water and soup يبقى طبعا الرابط هنا بأداة الربط and يبقى نمبر فور اللي هي حنختار معها and سؤال رابط نمبر ثري read and write true all false حنقرأ الجمل ونشوفها متبقى للصورة ولا لا it's a camel no طبعا حنعمل علامة في false نمبر تو it's an elephant طبعا yes حنعمل علامة في true نمبر ثري it has big ears it has big ears زي ما احنا شايفين طبعا لديه أذنان طويلة أو كبيرة yes نمبر فور it has small ears طبعا الكلام متناقض no حنعمل علامة false السؤال نمبر فور read and circle the ordered one حنطلع الكلمة اللي هي الشزة نمبر ون walk, nose, run, go طبعا الكلمة الشزة عندي كلمة nose وبقيت الكلمات verbis أفعال نمبر تو bigger biggest sorry breakfast, lunch, dinner طبعا اللي حتطلع معايا نمبر ون اللي هي bigger اللي هي طبعا أكبر من وبقية الكلمات عندي اللي هي meals واجبات نمبر سري Egyptian, French, British, cake طبعا واضحة اللي هي حتطلع معايا كلمة cake وبقية الكلمات دي nationalities اللي هي طبعا جنسيات ندخلنا على نمبر 4 eagle, broken, dangerous, chicken طبعا اللي حتطلع معايا كلمة dangerous لأنها دي adjective أما بقية الكلمات طبعا بين animal كمان birds اللي هي طيور نكمل الورقة التانية من الامتحان نمبر 4 fill in the gaps using the words in the box طبعا أنا بركزها على الأسئلة اللي هي بيحتار فيها الطالب فمختارة الأسئلة أغلبها اللي هي طبعا بتبقى شوية صعبة على الطالب فعشان كده أنا مكرر الأسئلة يعني مكرر نوع الأسئلة نمبر 1 طبعا عندنا في الاسكوير نبص الأول wingus bigger ready animal طبعا wingus اللي هي الأجنحة bigger أكبر من ready مستعد animal اللي هو حيوان نمبر 1 launch is space I'm hungry launch is ready I'm hungry يعني الغداء جاهز أنا إيه جوعان نمبر 2 a fox is an animal اللي سعلى بهو حيوان نمبر 3 my car is space than your car bigger than اللي هي أكبر من اللي هي طبعا صفة مقارنة نمبر 4 birds have two wings الطيور لديها جناحان ندخل على الرقم 5 read and match a with b a نمبر 1 فيها the birkin eats طبعا small fish اللي هي نمبر e هنوصلها بنمبر e يبقى 1 ب e نمبر 2 it's hot and sunny it's hot and sunny إنزا طبعا summer اللي هو الصيف يبقى نمبر 2 بنمبر d نمبر 3 Susan is from Egypt she is Egyptian يبقى نمبر 3 بنمبر b my favorite meal is breakfast اللي هي نمبر 4 بنمبر a ندخل على look and write sentences under each picture هنكتب جملة على كل صورة طبعا زي ما احنا شايفين الانيون والفاقس طبعا لو انا هكتب جملة على الانيون ممكن اكتب this is onion أو فارمار الفلاحون grow onion in Egypt يزرعون البصل في مصر الجملة الثانية بتاعة fox طبعا this is fox ماشي تمشي أو ممكن اقول fox lives in the desert اللي هو طبعا السعلى بيعيش في الصحراء دي ابسط الجمل اللي ممكن طالب في رابع ابتداء اكتب ومقررة عليه في المنهج نمبر 7 circle the oldest one out نمبر 1 chicken exercise rice potatoes طبعا اللي هتطلع معايا اللي هي exercise لاني دي verb بقية اللي حواليها يعني food مأكلات نمبر 2 milk snake fox crocodile طبعا اللي هيطلع milk لاني ده drink اما بقية الاشياء دي طبعا حيوانات نمبر 3 cat go healthy hunt طبعا heart sorry heart طبعا اللي هيطلع معايا كلمة healthy ويبقية الكلمات حواليها اللي هي verb breakfast نمبر 4 breakfast faster launch dinner طبعا اللي هيطلع معايا faster لانه هي صفة مقارنة اما بقية اللي حواليها اللي هو meals نمبر 5 he she camel وي طبعا اللي حتطلع camel camel لاني بقية اللي حواليها اللي هو ضماير فاعل وصلنا للبسج وهي read the passage and answer the questions حنقرأ القطعة وحنجاوب على اسئلتها حنقرأ كده the land the land in demietta governorate is rich in torrentis the farmers can grow rice اهو الجملة اللي كنا كتبناها على onions grow rice tomatoes potatoes wheat lemons grapes and guavas fishermen اللي هم الصيادون catch thousands of fish in the sea طبعا بيستخدوا الالاف من الاسماك من البحر dumiyoti cheese طبعا الجبنة dumiyoti is very famous طبعا جبنة مشهورة جدا ندخل على حل الاسئلة read and put yes or no number one the land in cairo governorate is rich of neutrons طبعا no اللي هنعمل عليها no لانه طبعا اللي يقصده demietta governorate number two fishermen catch thousands of fish in the sea طبعا yes number three dumiyoti cheese is very famous طبعا yes نكمل اسئلتنا برضو choose the correct answer grabs and the giوابas are طبعا هنختار اللي هي number one favorite fruits ولا animal ولا birdies طبعا هنختار fruits اللي هي فواكه dumiyoti طبعا cheese اللي هي number two is very famous اللي هي جيبنا dumiyoti مشهورة جدا ندخل على السؤال number nine بانكتو 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 هنعمل علامات الترقيم للجمل دي what's your favorite food طبعا اول حاجة هبتدي وكابتل لتر وححط ابوستر فيه قبل حرف الس البعيد ده من what's your favorite food وححط علامة كوتشا مارك في نهاية السؤال number two i think we grow rice in Egypt i طبعا capital letter وبعد كده think we grow rice in Egypt هغير حرف ال i هعمله وححط علامة في نهاية الجملة number three does طارق like crocodiles طبعا اول حاجة هنبتديها بكابتل لتر دي كابتل وبعد كده فيه طارق عندك هنكتبها برضو capital letter like crocodiles في نهاية السؤال علامة كوتشا مارك عشان بادئ بوداز number four yes that's right طبعا yes هتكتب capital letter وحتتحط جنب ال S من تحت كده على السطر that's right طبعا انه على حق يعني وحنحط علامة flow stop وبكده اكون خلصت معاكم امتحان على unit one وينوت two بالتوفيق لجامعة الطلبة والطلبات لو عجبكم الفيديو اتمنى لايكات كتير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الطلبة اللي ممكن يكونوا محتاجين الاسئلة دي اشكركم مع لقاء اخر مع فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة